اشتركوا في القناة في مقر مجلس النواب الأمريكي بواشنطن أكدت معاليها أن الشراكة الاستراتيجية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة تشهد تقدما مستمرا ملوهة بالدور الأمريكي الهام في المساهمة بتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم وشارت معاليها إلى أن وجود الاصطول الأمريكي الخامس التابع لسلاح البحرية الأمريكي في المياه الإقليمية لمملكة البحرين يبين حجم العلاقات الاستثنائية ويعبر عن حجم الروابط الوثيقة بين البلدين بدوره أكد سعادة ناب آدم سميث رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي أن مملكة البحرين تعد واحدة من أبرز الدول الصديقة للولايات المتحدة في ظل ما يجمع البلدين من تحالفات متميزة وعريقة مؤكدنا الدعم المستمر لأمن واستقرار البحرين ومنطقة الشرق الأوسط وشهد بالدور الذي تقوم به مملكة البحرين في تأمين الملاحة في الخليج العربي في ظل مسارات تعاون وثيقة مع القوات البحرية الأمريكية اشتركوا في القناة